احنا عنهم تعرضنا لشوية النمازج اللي تعتبر مريضة او مش محبوبة او مش مطلوبة بس هو في الاخر انت عندك اقوى امرأة ممكن تحاربي بيها على مستوى العالم في كم الضغوط وكم المأزمات والتدبير يعني هي الست اللي تعرف بتدبر كويس قوي ازاي تخرج من المزانق ازاي تاخد العيال والجو الراجل في القارب وراها وتجدف وتكمل انما كان لذيذ ان احنا نستعرض الارماط اللي احنا كمان مثلناها في الافلام لان انت احنا بنشتغل دايما على الارماط القض المشطبيعية عشان نستخد بالها من ده فبقينا دلوقتي سهل انك تفقسي الدلوعة على طول اما هو انا دايما عارفة لفعادة ما بلاقي حد بيجي بيعمل علي شغل واحدة تيجي تعمل علي شو والله يا ماما ده دي شغلتي اه 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 انا بطنقت من التمثيل لانه اصبح يعني ايه الناس كلها فيه ناس كتير بتمثل وبقول يا ابني بلاش انا ده شغلتي يا بابا زي مرة كان عن تلفزيون وبعربيتي وفيه واحد يعني عارفة فيه انك انت عندك حسة انه فيه حد بيبصلك حتى لو انت مش بصله وبصصلك بس مش بصصلي معجب يعني حسة انه فيه حد بصصلي بس مش معجب المهم لسه هطلع انا كنت في اشارة لسه هطلع بالعربية وراح جي جاري وكان تخين وراح جاري وراح ايه رمى نفسه على العربية ووقع وعمل حاجات نزلت قلت له ام انت عملتها وحش قوي قلت له يا ابني عملتها وحش قوي ده دي شغلتي ام يا بابا ام بس بوصلي العربية ام 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 بس الرجل ضحك وقام بوصي وقام ما دي شغلتي الجارية غلط و هو وحش قوي ما ديش كده لازم تبقى تجاية كده